أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا آخرتهم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصنحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم من كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى فما نبحت تجارتهم وما كانوا متدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم مكم عميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط من الكافرين يكاد البرق يختفى بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسِ وَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي شعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ما فأخرش به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شوداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أن لهم جنات تشري من تحت على النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تنفرون بالله وكوتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتشعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدسنا قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابا والسكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها لغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها شميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهد ينف بعهدكم وإياها فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياها فاتقون لا تلبسوا الحق بالباطل وتتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا ترسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم يوصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله شهرة فاقلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل ادخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة يغفل لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تاثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا هانك على ما بين يديها وما خلبها وموعظة للمتقيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم وأن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابا علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحظ مسلمة لا سيت فيها قالوا لا نزئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قزت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أوشد قزوة وإن من الحجارة لما يتفشر منه نهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتقمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجتوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون ومن هم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان وإن هم إلا يظنون فغيل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتروا به ثمنا قليلا فغيل لهم مما كتب تيديهم وغيل لهم مما أكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل اتخذتم عيد الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاقت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتام والمساكين وخولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاق كم لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ونقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما شاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أوزل علينا وينفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور هذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سما يامركم به إيمانكم إي كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عيد الله خالص تم دون الناس فتمنوا الموت إي كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين يسرقوا يود أحدهم لو يعمر والفسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ومشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يغفر بها إلا الفاسقون أوا كلما عاتدوا عهدا نبثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عيد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو ولو وأنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نوس آلات بخير منها أو مثلها ألم تعلم الله على كل شيء قدير ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردون كم من بعد إيمان كفارا هسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملوا لبصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارا فلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وشهوا لله وهو محسن فله وجه عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحفو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومنظم من من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخنة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون تديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين في قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بيّن لآيات قوم يوقنون إنا أرسل لك من حق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب جحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تكتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهوام معك الذي جاءك من الليل ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يكنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني قضنتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم يوخرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال واهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب شعلا ذا بلدنا آمنا وارزقا له من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وميس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتم علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويؤلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت الأسيس الحكيم ومن يرغب أملة إبراهيم إلا من زفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهاداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدن ونصارى تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل إلى إبراهيم وما أوزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي أول من ربهم وما أوتي النبي أول من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونصباط كانوا هودا أو نصالا قلات أعلم أم الله ومرض ممن كتم شهادة عيده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك شعلناكم أمة وسطا لتكونوا شودا على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما شعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن يقرب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراه رحيم قد نرى تقلب وشك في السماء فننولي أنك قبلة ترطاها فولي وشك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوءكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاثل عن ما يعملون ولين تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم وما بعضهم بتابعين قبلتهم ولين اتبعت هواهم من بعد ما زاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وزة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاثل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوكم سطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ضرموا منهم إلا الذين ضرموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليؤتي المليمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال بل حياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن اصطفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا شناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإلا الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفص عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما إنفى حيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقبون ومن الناس من يتخذ ميدون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ أرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا للون لنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله وعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا خيل لهم اتبعوا ما أنزر الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كوتبوا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة وادموا لحم الخيزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بضونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا طلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ونوثى بلوتى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة هياء إلى الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص شنفا وثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أشيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشنوهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ولبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم دموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن جاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن يتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن احصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام لو صدقت لو نسك فإذا أمنتم فمن تمتى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة لذا رشعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهنه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الباب ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عيد المشعل الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاق الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشد الله على ما في قلبه وهو ألد قصام وإذا تولى سعاة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له انتق الله أخذته الأزة بالإثم فعسبه شهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغى مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مزتهم البأساء والضراء وازلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يوفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل ختال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أليم هو أكبر عيد الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فهمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وناخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجادوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثمه كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا وناخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله أعلم المفتد من المصرح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعزبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعزبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط يقولوا أذى فاتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم وأن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تقروا وتتقوا وتصبحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات وتربصوا بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف لو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن سيئا إلا أن يغافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتموا أن لا يقيما حدود الله فلا سناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوزا غيره فإن طلقها فلا سناح عليهما أن يتراجعا فلا سناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف لو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله يزواك واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعقكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتهم النساء فبلغنا جلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكانكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المغلود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تقلب نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مغلود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإذا ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يجفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن بأنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من قطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم كنتم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تازموا عقدة لكان حتى يبلغ الكتاب وشله وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وأعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلق جموا النساء ما لم تمثوهن أو تفرضو لهن فريضة ومدعوهن على الموسيق قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلق جموهن من قبل أن تمثوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة الذكاء وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقوموا لله قاندين فإن خبتم فإسانا لن ركبانا فإذا أميتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا لنا الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا سناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتو ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيع عليم من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بأثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عزيز موئي كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من ظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُوتَ سَعَتَا مِنَ الْمَالِ وَآلُهُونَ وَآلُهُ عَرُونَ تَحْلِلُهُ الْمَلَايِكَةِ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بلهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما شاوسه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بشالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأزبوهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاهم طاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسات الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات ويدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما لزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن ينفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا جاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله مع تعامل ثم باته قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مات عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشنها ثم نكسوها نهما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل شبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى منا ولا أذى لهم أشرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير في صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي يوفق ما لم يرآ الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا قر فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابنوا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يوفقون أموانهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابنوا فأتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابنوا فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تشريمي تحت على النار تشريمي تحت على النار له في آمي كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاه فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولز بآخذي إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله ني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشا والله يعيدكم مغفرة منه وفضا والله واسم عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولونا الباب وما أنفقتم من نفقتن أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أصال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخوها وتوتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيري فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وشلا وما تنفقوا من خيري وفى إليكم وأنتم لا تضومون للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وأحسبهم الجاهل وأغنيا من التعفق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خيري فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم وعشرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن شاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نخيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقعوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وأشرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءِ وإن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسنتهم فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما تُرزعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَعَيَاتُمْ بِذَيْنِ لِلْآجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَا بَكَاتِقٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا هَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَبْقَسْ مِنْهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سفياً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يُمِن له فَلْيُمْلِ الْوَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترقون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لقرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تزأموا أن تكتبوا صغيراً أو كبيراً إلى أجل ذلك أقصى تعيد الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترجعوا إلا أن تكون تشارة حاضرة تشارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم شناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباياتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوطة فإن من بعضكم بعضاً فليود اللذيت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا السهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغل لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم